هذه الحلقة برعاية خير السعودية خير السعودية وقف خيري تابع لمؤسسة بلد الخير الوقفية بالرياض مرحبا هذا ساندوش ورقي إذا كنت تؤمن بنهاية العالم بل كنت تنتظر نهاية العالم وقاعد تكدس المؤشرات على أن الحياة تتجه لنفق مظلم فعليك أن تفكر مرة ثانية وثالثة وبعد كذا اقرأ كتاب اسمه Enlightenment Now أو التنوير الآن هذا الكتاب من شأنه أنه يعيد توجيهك بطريقة لا تتوقعها البشر مشكورين منذ بدء الخليقة حاولوا أنهم يفككوا لغز الحياة مروا بألاف الفلسفات اخترعوا المفردات والأخرى وكل هذا عشان يميزوا دلالات فلسفاتهم الوجودية مثلا ضد الوضعية المنطقية الوضعية المنطقية التي تلت العقلانية الأوروبية وهكذا أسماء ومفاهيم كثيرة إلا أن كلمة جديدة دخلت الساحة الفكرية منذ القرن السابع عشر ولا زالت هذه الكلمة تؤثر في العالم هذه الكلمة هي العقلانية وبالتحديد العقلانية العلمية أحد رواد هذه المدرسة هو مؤلف كتابا اليوم كتاب التنوير الآن ستيفن بينكر كلمة التنوير لها ألف ظل وظل البعض يعتبرها هرطقة والآخرون يعتبرونها حلا لمشكلة الأرض إمانويل كانت بالفيلسوف الألماني الكبير كتب مقالة طويلة جدا يشرح فيها الأحد القساوسة ما المقصود بكلمة التنوير قال في رسالته أن التنوير هو إعادة دور العقل للإنسان أن يخرج الإنسان من قصوره وأن يتوقف عن تأجير عقله للآخرين كانت يقول أن التقصير تقصيرنا في استخدام العقل سببه الكسل الكسل يجعلنا كبشر نترك مهمة التفكير للآخرين وبغض النظر عن تعريف كانت إلا أنه أي التنوير في معناه المجمل هو محاولة إعادة الكرة إلى ملعب الإنسان التفكر في ذاتك ووجودك التنوير كذلك ذكر في إطروحات خلينا نقول روحانية شوية إطروحات صوفية في كل الديانات والمجتمعات التنوير في الروحانيات يعني التخلص من أي قيد يقلل من معرفتي بنفسي الحقيقية التنوير هو الوصول لحالة وعي كامل وحرية تامة وللأسف إنها حرية حتى من العقل المفكر نعم التنوير في بعض الحالات في المجال الروحاني قد يحاول أن يخلصك من التفكير من استخدام العقل عشان كذا قلنا لكم أن التنوير إنلايتمنت هي كلمة زئبقية صعب التحكم بها صعب إدراك شكلها لذلك نرجع ونقول التنوير عند كانت هو تحرير مصدر التفكير أما عند الروحانيين فالتنوير هو السيطرة تماما على مصدر التفكير وهو العقل طيب والحل أي تنوير يقصده هذا الكتاب كتاب اليوم كتاب اللي بعنوان التنوير الآن التنوير المقصود في هذا الكتاب هو أن تستغني عن حلطمات وسوداوية الفكر الغربي هذا الكتاب هو تنوير علمي مبني على الأرقام quantitative data يحاول الكتاب أن يوصل لنا رسالة مفادها بعكس ما يتحلطن به معظم سكان الكرة الأرضية الأرض يا جماعة تتجه نحو التحسن الحياة قاعدة تتحسن فرص الحياة أفضل لكل البشر وبالأرقام بغض النظر عن توجه الكاتب توجه العقائدي أو التلميحات اللي يطرحها بخصوص الأديان ستيفن بينكر مؤلف كتابنا اليوم عنده فكرة تستحق الالتفات لها الكون يتجح لمكان أجمل الحياة تصبح أسهل أكثر صحة وأمانا الكرة الأرضية تصبح مكانا أصلح للعيش وسبب في ذلك هو تحرر الإنسان من الخوف والكسل الجميل في الكتاب هو استخدامه للأرقام عشان يثبت أننا نعيش عالم أفضل عالم أفضل على المستوى الصحي التقني البيئي الأمني نعم نحن نعيش في عالم أفضل ألف مرة من أجدادنا وهذه نظرة تستغرب أحيانا تستغرب في ظل طرح كئيب جدا طرح يائس سلبي هذا الطرح يرى أن الأرض تتجه لمنحدر كبير الكتاب عبارة عن نظرة إيجابية قد تجعلنا نلبس نظارة وردية أخيرا رح نلبس نظارة وردية نرى فيها جمال العالم الآن ونستكمل دورنا في بناء مستقبلنا الكاتب يحاول تنويرنا ورفع إحساسنا بالوجود من خلال حقائق من خلال استعراض 75 صورة توضيحية وإحصائية يثبت فيها كيف أننا نعيش عالم يستحق أن نتأمل فيه وننتن لوجودنا فيه ماذا يريد أن يقول بنكر بهذه الأرقام وهذه الإحصائيات يريد أن يقول أن العلم ووعينا بالعلم وتطبيقنا لتطبيقات العلم ساهم في العصور الأخيرة أن نعيش حياة أطول نجد طرق أكثر للمتعة نصل للمعلومات بسهولة نتواصل مع ثقافات الآخرين ونفهمها بشكل أعمق يقول بنكر أنه كل المقارنات بالعصور الماضية هي مقارنات ظالمة لأنه كفت هذا العصر لنعيشه أفضل ألف مرة من العيش في الماضي الكتاب من شأنه أن يصدم كل القراء بعد قراءته بس ليش؟ لأنه حيثبت بالأرقام أننا نعيش الآن في عصر عدد الحوادث أو نسبة الحوادث في أقل بتسعة وتسعين في المية من الثلاثين سنة الماضية أننا أقل عرضة للموت من العاصير والبروق بنسبة تسعة وستين في المية عن الثلاثين سنة الماضية الرسالة التي حاول الكاتب يطرحها لك في كل صفحة والتي تجعل الكتاب يستاهل اسم التنوير الآن أننا يجب أن نكون مركزين على الامتنان إلى ما وصل إليه العقل البشري بدلا من البحث عن السلبيات البسيطة يجب أن ننظر أكثر إلى إيجابيات التطور العلمي يعني إحنا عادة نركز على التشكي من خطر الإنترنت نتباكع على ضعف الروابط الاجتماعية بالسبب الإنترنت الأكثر رعباً هو ما وصلت إليه أوروبا في القرن العشرين أوروبا وصلت إلى حالة تشاؤم مخيفة هذا التشاؤم جعل كثير من المفكرين البارزين زي شوپنهاور إيميل سيران وغيرهم يتبنون مبدأاً عدمياً أو ما يسمى بالنيلزم مبدأ عدمي يعنيه؟ يعني الحياة عبث الأرض عربة مفلوتة الفرامل لا معنى للأشياء كل شيء عدمي كل شيء لا معنى له لو حبيتم تقرؤون قليلاً من هذه العدمية أوصيكم بكتاب اسمه أساتذة اليأس اللفته الكندية نانسي هيوستن الكتاب مترجم للعربية وبلغة جميلة جداً لوحة بنتي تطلع عليه وعلى أين وصلت تشاؤم السوداوية بين البشر في القرون الأخيرة قد تتساءل عزيز المستمع والمستمعة لماذا هذا الكتاب بالذات؟ جواب هذا السؤال قدمه ستيفن بينكر نفسه المؤلف قدمه في بداية فقرته في مؤتمر تيد عندما قال عندما تفتح الجريدة أو تسمع نشرة الأخبار تداهمك قشعرير كلمات كثيرة سلبية مثل الظلم العدوان إطلاق نار تلوث فقر هذه هي أول الكلمات التي تستقبلك كل صباح هذه بعض الأسباب التي جعلت سنة 2016 تعتبر أو ترشح كأسوأ سنة في التاريخ على أقل إلى أن جاءت سنة 2017 وانتزعت هذا اللقب في خطأ في منهجنا البحثي في خطأ في نظراتنا المحدقة في كل سلبي ما أدري بصراحة من أين أتت هذه السلبية رغم أن الأرقام والحقائق تقول أننا نعيش حياة أفضل مئة مرة من الثلاثين سنة الماضية اليوم هناك 12 حرب بينما قبل ثلاثين سنة كانت تشتعل 23 حربا في العالم اليوم فقط 60 ديكتاتورية أما قبل ثلاثين سنة كان هناك 85 ديكتاتورية معدل الفقر انخفض من 37% إلى 10% معدل الوفيات بسبب الإرهاب في أوروبا انخفض إلى النصف هذا هو كلام بينكر وهذه إحصائياته بغض النظر عن تركيزه على أوروبا وعلى السياق اليورو أمريكي لكن منهجه في البحث عن كيف كنا وكيف أصبحنا هو منهج مثير للاهتمام الكتاب بصراحة جميل لأنه وببساطة كتب بواسطة عالم نفس ولغويات هذا العالم لم يرتدي بدل سوداء قاتمة لم يستخدم مفردات مستشكلة لم يصعب علينا اللغة ولم يشوه الكون في نظرنا الكتاب وبلغة علمية بسيطة قدم لنا تشارتات صور وإحصائيات تجعلني وتجعلك أقل حدة وعنف في توصيف ما آلت إليه الحياة الآن هذا الرجل يعيد ضبط زاوية نظرنا لنرى الجانب الإيجابي الجانب الحقيقي من الحصر اللي احنا عايشينه الآن باختصار الكتاب يجعلنا نتفائل بشكل علمي بالحقائق والأرقام وأخيرا الكتاب جديد نشر عام 2018 متوفر في معظم مكتبات العالم العربي والسعودية بالتحديد غلافه أشبه بكيكة الغاب السوداء تعلوه نقوش بألوان متفائلة وكأنه رسالة وجهها لنا الكاتب يظهر الباكراوند في حياتنا ضبابي لكن الحقيقة هناك نقوش بارزة يجب أن نركز عليها إذا أردنا أن نعيش حياة سعيدة الكتاب يتعدل 500 صفحة كبير شوية لكن قراءته سهلة مدعم بالصور التوضيحية والأجمل أنك تقدر تبدأ في الكتاب من منتصفه بدون أي مشاكل لأنه أشبه بمسلسل سيت كوم تقدر تبدأ فيه من أي مكان تحب كتاب قال عنه بيل جيتس هذا الكتاب الجديد الذي سيكون كتاب المفضل لباقي حياتي وأعتقد أنه ممكن يكون كتابك المفضل لباقي حياتك هذا الكتاب الذي يجعلنا نعيش حياة أفضل بطريقة علمية في حفظ الله هذه الحلقة برعاية خير السعودية خير السعودية وقف خيري تابع لمؤسسة بلد الخير الوقفية بالرياض مرحبا هذا ساندويتش ورقي تابع لمؤسسة بلد الخير السعودية تابع لمؤسسة بلد الخير السعودية